نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير السلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله وتنفيذا لتوجيهات سموه بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات حضر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية فعالية الشراكة مع القطاع الخاص بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأكثر من 200 مسؤول رفيع من القطاعين العام والخاص وأعرب معالي في الكلمات الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة عن أسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكليفه لحضور هذه الفعالية نيابة عن سموه حفظه الله والتي جاءت ثمرة من ثمار زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين مطلع أكتوبر المنصر وقال معالي أن انطلاق أعمال فعالية الشراكة مع القطاع الخاص يأتي تجسيدا للجسور الممتدة بين القطاعين العام والخاص للتعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وترجمة لما تلقاه تلك الشراكة من دعم واهتمام من الحكومة برئاسة السمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وعدد معالي هدف هذه الفعالية التي ترمي إلى إبراز أهمية شراكة القطاعين في المشاريع التنموية للمملكة وفرص الاستثمار فيها والإعلان عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية واستعراض الأدوات المحفزة للشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع التي تعمل الوزارات والجهات الحكومية عليها والتي من شأنها تشمل مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمار وأضف معاليه قائلا يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بوجود شراكة ناجحة وفاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي بدأ المواطن البحريني أن يستشعر أثرها في مختلف القطاعات ويأتي على رأسها تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع النوعية والتي من شأنها توفر فرص عمل واعدة ومتنوعة للمواطنين يلي ذلك الشراكة في القطاع الإسكاني والتي تعد أنموذجا فريدا ورائدا وتجربة تستحق التعميم على سائر القطاعات الأخرى لتطويرها والاستفادة من جوانب القوة فيها والتي ساهمت في أن تفي الحكومة بالتزامات برنامجها الحالي عبر توفير ألاف الوحدات السكنية للمواطنين والتي ينفذها القطاع الخاص من خلال التوسع في برنامج مزايا وطرح وتنويع الخيارات والحلول التمويلية الأمر الذي أدى إلى خفض فترات الانتظار على القوائم السكنية لاستفادة من الخدمات الفورية المقدمة وأكد مع علي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين واقع تجسده شواهد عديدة لمشاريع منفذة على أرض الواقع في قطاعات الإسكان والطاقة والرياضة والصرف الصحي والمواصلات والصحة والتشييد والبناء وغيرها وستظل الشراكة بين القطاعين نهجا مستداما ومتواصلا من العمل الجاد والمستمر بشكل مضطرد ومتصاعد نظرا لعوائدها ومنافعها الإيجابية المتبادلة كما أعلن مع علي في ختام كلمته أن فعالية الشراكة مع القطاع الخاص ستكشف عن أوجه شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات حيوية ومهمة كقطاعات التجارة والسياحة وتنظيم سوق العمل من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبالمتابعة المستمرة من سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تواصل تحقيق منجزاتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود إيجابا على الوطني والمواطن مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أسهم في خلق العديد من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن منوها بجهود الجميع في فريق البحرين الذين يعملون بروح الفريق الواحد من أجل بلوق الطموح المنشود وأوضح معالي خلال عرض قدمه أثناء فعالية الشراكة مع القطاع الخاص ما تحقق من نجاح على صعيد خطة التعافي الاقتصادي في أولوياتها الخمس الرئيسة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص حيث أكد أنه تم الانتهاء من 21 برنامجا من أصل 27 برنامجا ضمن الخطة مستعرضا معالي أهم المنجزات التي تم تنفيذها في القطاعات المندرجة تحت هذه الأولويات مبينا معالي أن عددا من القطاعات الاقتصادية حققت نموا بالأسعار الثابتة على أساس سنوي ما أسهم بالتالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2022 بنسبة 6.9% مقارنة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي وشار معالي إلى أن التطوير عملية مستمرة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن جسور ممتدة بين القطاع العام والخاص لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أثبتت نجاحها من خلال مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية من الملفت أن تتصدر خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في أولى أولوياتها تأهيل وتوظيف البحرينيين التي تصدرت تقريبا كل سياسات وخطط عمل الدولة اليوم استعرضنا التعاون المثمر والإيجابي الذي يأتم بين القطاع الحكومي وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين وكافة التجار والشركات العاملة في مملكة البحرين استجابة وتعاون كبير أدى إلى تحقيق معدلات قياسية في التوظيف مثل ما ذكرنا تجاوزت 24.444 لغاية شهر كتوبر يعني مع نهاية هذا العام نكون تجاوزنا الهدف المقرر بكثير ما يعني انتعاش السوق تطور ونمو الحياة الاقتصادية في البحرين هذا العمل المشترك أظهر فعاليته من خلال التنمية والاستثمارات التي تحققت على أرض الواقع طبعا للقطاع الخاص دور مهم وكبير في دعم المشاريع الحكومية وخاصة أن المشاريع هذه جدا طموحة بطبع التوجيهات من سيدي صاحب السمو وولي الأهد رئيس مجلس الوزراء الموقر مثلا وزارة المواصلات تعكف حاليا على تنفيذ عدة مشاريع بالشركة مع القطاع الخاص يمكن من أهم هذا المشاريع هو دراسة المترو وحن قطعنا في شوط كبير وهذا رح يتم تنفيذه مع القطاع الخاص وبالشركة مع القطاع الخاص بتكلفة تزيد على مليارين واربعمائة مليون أيضا هذه المشاريع الكبيرة رح تتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص أنه يساهم في إنشاءها متما تمت ترسيتها إن شاء الله على العام المقبلة 2023 نامذج مشرفة وشواهد عدة على أهمية الشراكة التي جمعت اتجاهات القطاعين لترسم خطا واحدا مشتركا لتطوير وتحقيق أهداف مستدامة تميز مملكة البحرين عالميا علاقة إيجابية بين القطاعين العام والخاص تأكدت خلال هذه الجلسة الحوارية التي استعرضت أبرد الإنجازات بهدف تطويرها واستدامتها شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكراً لمركزés شكراً لمركز